السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير كل سنوان طيبين النهاردة بقى ان شاء الله هنقضي اليوم مع حماتي انا طبعا معروف يعني في العيد الكبير بالذات بنعمل بقى رؤاء والكلام اللي انتو كلكم عارفينه فانا بصراحة بحب قوي قوي الرؤاء باللبن بالطريقة اللي انت هتشوفها دلوقتي زي فانا متعودة يعني اصحى طبعا اول يوم العيد بنفتر بقى ايه الفتر ده وبعد كده بنطلع بقى فوق عند حماتي يعني نتغدى بقى او ايه او يعني ناكل مع بعض بقى الفتة واللحمة والكلام ده كله زي ما انتو كده شايفين انا قمت رحت بقى مسخنة شوية لبن ايه في الكسرولة بقى الجديدات الحلوة دي وهحط شوية سكر طبعا السكر بقى على حسب بقى ما انتو ما بتحبي ايه يعني بقى اللي مش بيحب الطريقة دي طبعا يعني عادي يعني طبعا ايه اصلا ما يعني انا ما اتجوزت لقيت هنا اهل جزي كلهم ما بيعرفوش اصلا يعني ايه الطريقة دي وكانوا بتريقة عليها جدا وكان يقولوا لا احنا بنكلوش كده احنا بنكلوا اه يعني بيسوقوا على البتجاز كده ويعملو زي سنية كده انا كنت عاملها قبل كده برضو في القناة الرقاء اللي هو بالسكر مش زي كده خالص. الطريقة دي بقى اللي احنا بنعملها اه عندنا يعني احنا بنعمله كده. بنجيب بقى مثلا عادي اللباء بقى ونكسر الرؤى كده حيثة صغيرة بصراحة يعني انا بحب بقى والطريقة دي اكتر بحبه اكتر بحيث نوع خفيفة التاني بتعمل بقى بثمنة وبلدي ويعني زي الرؤى باللحمة كده نفس الطريقة بس بلبن بدل الشربة وسكر بدل اللحمة بس كده هي زيه بالضبط بس ايه العكس لكن دي بقى زي ما انتوا كده شايفين بنقطع الرؤى عادي في اللباء ونسخن اللبن بقى اول ما يغلي هجيبه بقى وانزل بيه على الرؤى على طول بيطره بقى كده بيبقى جميل جدا انا يعني بحب اول طريقة دي بحس ان هي خفيفة كده وتعمها حلو يعني بتفكرني بايام وانا صغيرة بقى وايه وكنا بنقولها يعني طبعا جزي ما بيكلش الطريقة دي خارس ما مش بيحبها بيقولي ده اعمل زي اكل القطط بس انا شخصيا بحبها جدا 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 بس كده زي ما انتم كده شايفين هقلب بقى الرؤى كده في اللبن طبعا اللبن سخن فايه بيخلي بقى الرؤى يطره اه وخلاص على كده وهناكل بقى اه وبعد كده بقى هلبس ولبس بقى طبعا الولادي لبس بقى اللي هو الترنجات الجديدة اه وانا طبعا بقى ببقى مسلا جاي بقى ازل جديد او عباية يعني جديدة بيتي وبطلع بقى بيها حامدت معي في نفس العمارة اه بس يعني هي في الدور التامن وانا في الخامس فايه هنطلع لها للوقت بقى في الاسمصير ونبدأ بقى نشوف هنعمل ايه فوق خلاص بقى طبعا كده انا لبست بقى ولبست الولاد وطلعنا بقى طبعا جز معايا وولادي وكده وهنطلع بقى فوق طبعا بقى سلفتي برضو بتطلع وجزها وولادها وكده يعني فكلنا من الكم الجمعية طبعا هنا بعد ما دخلت بقى عندها في الشقة وسلمنا وكده يعني وعيدنا كلنا على بعض قالتلي بقى تخلي المبغ بقى شوفها هتعمل ايه طبعا هي كتنحضرها بصراحة كل حاجة زمانتو كده شايفين بصوا اللي عيش كتنحضرها عيش محمص ده متقطع كده وكتنحضرها الصلطة اللي انتو شايفينها طبعا الصلطة كتنحضرها حلوة جدا طبعا هي برضو كتنحضرها ايه وطبعا المخلل بقى والترشي يعني حسب ما بتقوله وهنا الرز هي كتنحضرها كده برضو او مشوحفز في الزبدة ايه وانا بقى هلسه هسقيه وهسويه وطبعا هنا اللحمة بقى الضاني دي معروفة يعني لازم ناكلها كل عيد خاصة يعني اول يوم هي كتنحضرها خلاص برضو وهنا كتنحضرها برضو ايه صلصة الفتة فانا يا دوبك كنت هعمل ايه هسوي الرز هحط بس المية بتاعتو هي ماما يعني حمايتها مش بتحبت تحط شربة على الرز بتاع الفتة بتعمله بمية عكسه امي انا امي انا بتحط في الفتة بس يعني الرز الفتة بتسقيب بالشربة بتقول يعني بيقى مسكر وتعمه حلو لكن حمايتها لأ بتحب يعني بيقلو بالمية بيحبو بالشربة يعني ايه بيكرفو ريحتو يعني تقريبا ايه خلاص كان انا سقيب بقى الرز كده ما انتم كده شايفين وهدي بقى النرة علي اول ما يغل وسيبوه مع نفسه واي استوي وطبعا الناحية التانية بقى هاجي بقى ايه اقلب بقى الرز فمعلقتين زبدة كده محترمين ايه عشان ايه قاضي سوري هقلب اللي عيش عشان خاطر يتحمص بقى وياخد ايه اللون اللي هو التحميسة الحلو ده خلاص كده هو الرز كان يستوى هركينه بقى على جنب وبجيب بقى ايه ايه الحلة دي حطيت فهم علقتين زبدة بلدي ايه وهنزل بقى ايه بالعيش طبعا حمايتها كانت مقطعوه ومكسروه يعني هو اصلا كده كان نعيش محمص يعني بس هي برضو بتحب تقلبه ايه في الزبدة ايه برضو طريقة مامتي انا عكس يعني مزي طريقة ايه حمايتها ماما بتقلب العيش في زبدة بلدي وتوم لازم تحط فصين توم او تلت فصوص على حسب كمية العيش لكن حمايتها لأ بتبرده وبتحطش توم بتقلبه بس تقول واحده كده في الزبدة ايه وبتقول لي يعني ايه الايه السلسة بتكون فيها توم يعني فيها بتستكفى بالتوم اللي في الزبدة هقلبه بقى طبعا كويس لغاية بقى لما ياخد لونكا وتحمص كويس وبعد كده هتجيب بقى الاطباق اللي احنا ايه هنرس فيها العيش دلوقتي كل ده طبعا السلفزي ما كانش تلعت بقى قاعدة هنم تحت هتطلع بقى دلوقتي هتساعدنا طبعا دلوقتي برده هنا طبعا بقى جبت كده السلفزين دول وحطت فيهم العيش قسمت يعني العيش عليهم عشان نعمل طبقين فتة كده كبار ايه وطبعا هنزل بقى معلقتين السلسة على العيش طبعا السلسة بتكون بقى سخنة عشان برضو ايه تطر كده العيش معانا حطت كده حطت بقى كده السلسة هو زي ما انتم كده شايفين ايه الحتة بصو دي اه هبدأ دلتها بقى حط الرز على على العيش الحتة دي جت بصراحة قبل ما حطت الشربة بس هرجع عيدة تاني معا بصوا هنا بقى كنت انا خلاص يعني آآ نسيت اصلا المفروض ان احنا رحط شربة الاول فانا حطيت بس الرز فوق العيش متغير ما رحطت شربة فطبعا شلته آآ وبعد كده رجعت بقى حطيتها هو الشربة طبعا الشربة سخنة جدا آآ وبعد كده طبعا هحط كمية حلوة من الشربة وبعد كده هغطيها بقى لغاية لما العيش يعني ايه يطرى شوية وبعد كده هنزل بقى بالرز طبعا طريقة الفتة كلكم عارفينها يعني سهلة جدا وبسيطة بس هي بتبقى فرحة كياه في العيد بيبقى لا طعم كده مميز شوية او خاص شوية يعني فا يعني بتبقى بيكون مميزة هنا بقى دي هنا بقى اخت جوزي بقى وسلفتهم زهروا بقى هم بطبعا قلنا بنقف مع بعضه بنسعب بعض آآ عبنا بقى بقى الصلطة وخرجناها برا آآ وجيت بقى هنا وانا برضو بحط بقى الرز كده على الفتة اوي على العيش بعد ما تري طبعا بقى بتحط كمية الرز بقى على حسب كمية العيش يعني ما بكترش اوي رز وبرده في ناس بتحب العيش كتير وفي ناس بتحب اصلا الرز اكتر فعلى حسب يعني طبعا كل الولاد ما بيحبوش اصلا العيش بيحب بيقلي الرز بس كده بس طلصة هي كده نحطيه بقى الرز على العيش بتاعنا وبعد كده رجعت بقى طبعا لازم نحط بقى الصلطة كام من فوق آآ بتبقى بقى بتدي طعم رهيب بقى وهي بصراحة كالطعمة حلوة جدا تسلم ايديها زي ما قلت لكم يا كم بصراحة ما هو ما كتا عاملة كل حاجة انا بس كل اللي عملته ان انا طلعت ايه رصة الحاجة لان ايا بصراحة آآ يعني كل سلام بصراحة بنطلع لها عاملة كل حاجة وهي كمان يعني احنا بنحب ناكل حاجة كمان من ايديها فهي كان بتعملها بس تستنادي بقى ربنا يا رب بيديها الصحة رجليها كتواجعها شوية آآ فعشان كده بصراحة احنا ايه اللي قمنا بقى خلاص كده بقى حط الصالصة احنا مش بنحب نحط اللحمة فوق الصالصة آآ لان احنا كتير يعني ما شاء الله فايه بنحط بقى اللحمة في تبقل وحدها في شربة لان طبعا في ناس هنا يعني احنا عمسا برضو بنحب نشرب الشربة جدا آآ مع الاكل زي ما انتو كده شايفين بقى آآ غرفنا ببقش اللحمة ورصنا بقى الاكل طبعا قلنا بقى هنقعد في الارض بقى عشان احنا طبعا برضو كتير في يعني قلنا مش هنقعد بقى عالصفرة ومعنا ولاد صغيرة ما شاء الله يعني كتير برضو فقلنا بقى هنقل ايه آآ في الارض النهاردة آآ طبعا انا بقى كنت اعملت بقى يعني يعتبر يعني جهزت الغدا فهنا بقى سلفتي بقى كدت بتخسل الموعين احنا متعاوزين يعني ايه بنساعب بعض كلنا وكلنا بنعمل مع بعض يعني ما حدش بعمل حاجة والتاني ايه يوقف او التاني يتفرج لا كلنا بنساعب بعض يعني هي هنا كان بتخسل موعين وانا مسلا كنت آآ بقى بخسل بتجاز حواليها آآ كده يعني مسلا اخت جزي بتمسح الرخامة يعني كلنا بنقوافين بصراحة مع بعض محدش بيعمل حاجة لوحده آآ وانا بقى هي هتخلص الموعين طبعا والمبخة هيتشطب وبقى هدخل بقى اعملنا الشاي هنا كان كله خد الشاي بتاعه طبعا وبقى بقى دف قلت اصوره معاكم آآ بس كده ده هو ده كان يومنا النهار ده طبعا اعادنا كتير وحضرنا كتير وتحكنا كتير وكان يوم جميل جدا يا رب يكون الفيديو عجبكو واستنوني ان شاء الله فيديو جديد وااحلى وااحلى واقول لكم باي باي ومع السلامة كل سلامون طيبين وعد سعيد يا رب عليكم كلكو مع الامة الاسلامية باي باي مع الف سلامة